اشتركوا في القناة عن طريق تهجير اهالي قطاع غزة من الشمال للمناطق الامنة اللي هم قالوا عليها في جنوب القطاع وبعدين نقل العمليات العسكرية من الشمال لمناطق الجنوب وتحديدا لخان يونس وما حول خان يونس دي مناطق كان تم اعلانها كمناطق امنة فبالتالي الناس بعد ما نزحت من الشمال للجنوب اللي اسرائيل قالت لهم انه امن ونزحت مرة كمان من المناطق اللي طلعت مش امنة في الجنوب للحدود مع مصر فحيكونوا في الوضع ده معارضين لنزوح جديد او تكدس اكبر ودي في الحالتين مصيبة كبيرة اصلا لو حصل ضغط جديد فطبيعي انه هيكون فيه نزوح جديد بس المرة دي حيوحوا فين ولو حصل تكدس اكبر يبقى برضو اللي جايين من خان يونس حينزحوا في انه اتجاه اصبر علي وانا هشرح لك كل حاجة بالتفصيل دلوقتي حالا وانا بكلمك الخيام منصوبة بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة وما بيفصلش ما بين الخيام اللي فيها اهالي غزة والحدود المصرية غير امطار بسيطة يعني احنا اصبحنا قدام الامر الواقع قولا وفعلا فبعد كل ده هل حضرتك تفتكر انه ممكن يكون فيه اي اختيار بالنسبة لاسرائيل غير محاولة تهجير الناس اللي هي بالفعل حركتهم من الشمال للجنوب ومن الجنوب للحدود المصرية تمهيدا اللي نقالوهم سينة انهائيا لسينة اسرائيل تقريبا انجزت 90% من المهمة فيا طرح حتتصرف ازاي مع المشكلة دي وفي الحقيقة هي مش مشكلة هي مصيبة سابع واحد بيقول لي هو انت رجعت ليه تاني تتكلم عن الموضوع ده دلوقتي يا انديل الاجابة بساطة جدا يا فندم لانه اسرائيل بدأت فعلا في مخطة تهجير واسع جدا يعني عندك مثلا يوم الثلاثة وعشرين يناير طلب جيش الاحتلال الاسرائيلي من سكان خاني يونس الانتقال الى المناطق الانسانية في منطقة المواصي ودي منطقة على ساحل البحر المتوسط ملاصقة للحدود المصرية حضرتك واخد بالك معايا من تسلسل الاحداث اللي احنا كنا بنحذر منها من نوفمبر اللي فات انا قلت لحضرتك ان اسرائيل هتهجر الفلسطينيين من شمال قطاع غزة للجنوب الى ما يسمى المناطق الامنة بعد كده هتهجرهم من المناطق الامنة دي الى الحدود المصرية هما دلوقتي سموها المناطق الانسانية بس انا كنت بقول ان عملية التهجير دي هتكون مباشرة للحدود المصرية ومصر ما بين يوم وليلة هتلاقي نفسها قدام مئات الالاف من اهالي قطاع غزة اللي وقفين على السياج الفاصل ما بين الحدود ما بين مصر وما بين قطاع غزة وعلى فكرة ده بيتم دلوقتي زي ما قلت لك لان الخيام اتنصبت خلاص ولكن اللي اسرائيل زودته على السيناريو اللي انا كنت متوقعه وللسادة الافاضل اللي بيحلله وتوقعوه برضو هو اضافة ما يسمى بالمناطق الانسانية ايه بقى حكاية المناطق الانسانية دي يا سيدي بص يا فن دي مجموعة مناطق ملاصقة بشكل مباشر للحدود المصرية واسرائيل بتقول انه هتوفر فيها المساعدات والعلاج وإلى آخره من سبل الحياة لأهالي غزة اللي تم تهجيرهم من الشمال للجنوب ثم إلى المناطق الانسانية على حدود مصر تمام لحد كده؟ لا للأسف مش تمام طب ليه؟ لان اسرائيل لو سمحت بتقديم المساعدة الانسانية لأهل قطاع غزة في المناطق اللي هي حددتها واللي هي تعمدت ان هي تكون مناطق ملاصقة للحدود المصرية فهي هتقدمها الوقت وجيز جدا وبعدين هتيجي تقولك والله مصر وغيبة جدا من المناطق الانسانية دي اللي فيها أهل غزة وما فيش بينهم وبين الحدود المصرية غير أمطار بسيطة فالأولى ان مصر هي اللي تدير المناطق الانسانية دي الملاصقة على حدودها بطول حدود سينة مع قطاع غزة وده لان اسرائيل هتقول انها مش هتكون قادرة على قدارة عملية زي دي خصوصا ان الفلسطينيين والمصريين عرب ومسلمين زي بعض ومصر أولى بهم فحتى لو أهالي قطاع غزة مش هيتهجروا لدخل سينة في النهاية يعني فهم على الآل حيفضلوا في غزة على الحدود المصرية في شريط ديق جدا ومصر حيتم إرامها على ضم الشريط الحدودي من جهة قطاع غزة لإدارتها المباشرة والإشراف عليها أنا ما بتكلمش على ضم رسمي أنا بتكلم على ضم مجازي يعني ضم اعتباري بأن مصر حتكون مسؤولة على المنطقة دي فبكده إسرائيل تكون تخلصت من سكان أهالي غزة أو من أهالي غزة اللي موجودين في الشمال واللي موجودين في الجنوب وتخلصت من العبء المتعلق برعايتهم أو بإدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود والطاقة للمناطق الإنسانية اللي هم بيقولوا عليها فحتى لو إسرائيل فشلت في النهاية في تهجير كل النازحين في المناطق الإنسانية الملاصقة للحدود المصرية إلى داخل الحدود المصرية نفسها فهي على الأقل قدرت إن هي تخلي قطاع غزة خالي من سكانه بنسبة قد تفوق 95% وبالنسبة لإسرائيل الخمسة في المية اللي بقية من مساحة قطاع غزة اللي هي مناطق إنسانية ملاصقة للحدود المصرية دي غير ذات قيمة وإسرائيل ممكن تتنازل عنها عادي وتقول إن مصر مسؤولة عنها ومسؤولة عن الإشراف عليها فالموضوع مش بسيط إطلاقا بالنسبة لنا ولا بالنسبة للإخوة الفلسطينيين الموضوع وراء مخطط كبير جدا وقد يكون هو ده المخطط البديل لمخطط احتلال رفع على فكرة أنا عارف إن حضرتك بتفكر دلوقتي في حاجة معينة وحقول لك عليها إنت أكيد بتقول لنفسك أم الفين خط السيس الأحمر اللي رسمه في جنوب قطاع غزة هقول لك والله بحسب اللي إحنا شايفينه من تصرفات جيش الاحتلال فمن الواضح إن إسرائيل مش هتلتزم بالخط ده وحتختارقه بشكل أو بآخر ممكن بشكل عالني وواضح كمان في الأيام اللي جاية طيب إحنا بنقول كده بناء على إيه شوف يا محترم المتحدث باسم جيش الاحتلال على تويتر أفي خاي أدريعي وده مش المتحدث الرسمي الجيش الاحتلال بالمناسبة ده غداحة بتاعة إسرائيل اللي بتتكلم بالعربي على تويتر المهم الوضى نشر تغيرتين على النصة إكس يوم الثلاثة وعشرين يناير قال فيهم إلى سكان منطقة خاني يونس في أحياء النصر والأمل ومركز المدينة والمخيم في بلوكات 107 و112 من أجل سلامتكم عليكم الانتقال فورا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عن طريق شارع البحر التغيرت التانية كانت للإعلان عن تطويق خاني يونس وقال إن قوات الفرقة 98 وقوات المظليين ولواء جفعاتي استكملوا تطويق خاني يونس بالكامل وإن قوات فرقة الكوماندوس بدأت تنفيذ الهجوم في قلب المنطقة اللي تعتبر مركز محوري لقوات المقاومة داخل خاني يونس يعني من الآخر اللي حيفضل موجود في خاني يونس من المدنيين هو اللي حيكون مسؤول عن نفسه وبالتالي النزوح للمناطق الإنسانية على الحدود المصرية أصبح أمر حتمي تماما طيب إيه رأي حضرتك لو قلتلك إن تاني يوم اللي هو يوم الأربع 24 يناير طلبت قوات الجيش الإسرائيلي ترحيل 500 ألف فلسطيني أو أكتر من مدينة خاني يونس جنوب قطاع غزة للمناطق الإنسانية اللي على الحدود المصرية ها؟ إزاي الحال دلوقتي؟ الدولة هتتعامل إزاي مع اللي بيحصل على الحدود والنص مليون فلسطيني اللي حيترحاله للحدود المصرية هنعمل فيهم إيه؟ فاكر حضرتك لما كنت بقولك إن أنا أتمنى إن أنا موصلش لليوم اللي تكون فيه الإدارة المصرية قدام الأمر الواقع فيما يتعلق بأزمة اللاجئين الفلسطينيين على الحدود وقلت لحضرتك إن الموقف حيكون صعب جدا إنسانيا وسياسيا وعسكريا من جميع الجهات إحنا أصلا دلوقتي عندنا أكتر من نص مليون مواطن غزاوي موجود في رفح الفلسطينية مسبقا فتخيل إن فيه نص مليون تانيين جيين على المناطق الإنسانية نفسها الملاصقة بردو للحدود المصرية يعني قال لحاجة الحدود المصرية في اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها دلوقتي نازح بالقرب منها مش أقل من مليون مواطن غزاوي فمعلش لو حضرتك هتحط نفسك مكان الرئيس السيسي أو مكان الحكومة المصرية يا طرح هتتصرف إزاي اللي بتعمله إسرائيل ده استفزاز واضح جدا وعلني للدولة المصرية وكأن نتنياهو بيقول إن الخط الأحمر المصري في جنوب قطاع غزة ما يمشيش علينا وإن مصر تعمل خطوط حمرة في ليبيا زي ما هي عايزة وتعمل خطوط حمرة في البحر المتوسط زي ما هي عايزة ولكن في قطاع غزة ما فيش حاجة اسمها خطوط حمرة مصرية ده لسان حال نتنياهو بعد إخلاق خان يونس فعمليا مش هيكون فيه أي حاجز يمنع إسرائيل من إنها تكسر الخط الأحمر المصري في جنوب غزة وتسيطر على جنوب القطاع بالكامل ده إذا ما كانتش سيطرت عليه بالفعل فيطر إحنا حنتعامل إزاي مع الموضوع بالشكل ده ونفترض إن إسرائيل كسرت الخط الأحمر المصري فساعدها برضو حنتعامل إزاي مع الموضوع أنا عايز حضراتكم تفكروا معي بهدوء شديد جدا وبعيد عن أي تشنجات أو عن طريات أو تسجع إحنا عايزين نفكر بشكل عقلان إزاي ننقذ بلدنا من الكارثة اللي ممكن تحصل على الحدود أو اللي بتحصل دلوقتي على الحدود منتظر أراء حضراتكم في التعليقات في النهاية حافظ الله مصر حافظ الله الشعب المصري العظيم تحية مصر تحية فلسطين حرة مستقلة وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة